دكتور سيناريو استقالتك هس كلمتين قلت قبل واستقالتي وخلوني على التقاعد بس أكو وراها كثير يعني من المراقبين اعطاها أكثر من تأويل هسه ما نرطيك التفسيرات بس يطيني الحقيقة من عمضينا لكفاق الأمنية كانت تعهض معين عن المضاق كنت رأيي أنه نأجلها إلى 18 واحد وجد أجل أربعة لربعاني راحت الجلسة شدت متفقين أنه نأجلها إلى 18 واحد فجئت بـ 242 نار بمسطرين يردوني صوتهم في قضية مع كل مكان يسمعي 222 نار طيب أنت رئيس هيئة رئاسة جلسة التصويت والنصاب كامل ما عندي صلاحية مدرج كان على الجلسة طبعا هي باقي بس نعبر هذا اليوم بس نعبره نروح في إجازة تشريعية نبي برج قال لك قال أجلها 18 واحد خليت تطلع نتاج الانتخابات الجديدة جوز دولة الديمقراطية يعني لهم غير رأيي فأنتو شاقوا عندكم مستعجرين ايه فأنتو شفاني شو شاقوا عندكم يعني بثلاثة ماكوا أحد يسطر كم هيش تصطير فيعني معناته أكو ضغط صار شديد جدا تهديدات إلى آخرين فوراها هسا بلعناها تهديد على كتلهم لو على النواء بنفسهم هسا بلعناها طيب ما كان رعساء الكتل لهم حضور يعني جابونا اتفاقية أمنية مع البريطاني يابا هي البريطاني نكنكم من 150 ازلمة ولستوها بالبصر و هتتت على الشرعين وجودكم مالله ما أساوي تهدي يعني ما احتقن هريد الحجة يعني طبعا ايه فصار تتش بيننا وبين مجموعة بريطانيا تهدي بريطانيا عندما جاميع معروفة جنسيات هواي صار تتش يعني فقام يضايقوني يعني راد لمس حجة مثلا يعني ايه عارض كذا اخر شي يجي واحد بزع طور حيشة مديش احشا يعني اولا هي سنة الثالثة ما اضايش اثنين ممتع ثلاثة مريض صار عندي اعيان نتيجة الغدة توقفت نوعا ما و هذا قام يحكي حجم علّق فأنا زين هذا تابع ليه قتله خليه لا لا يعني اسم لا لا خليه ليه جهة اسمه ما يصير يعني ليه مكون المهم قتله مو سوجك سوج هذا الشفية اللي قاعد اقبالي اللي يجعلك رئيس القتلة رئيس القتلة رئيس القتلة رئيس القتلة